في سياق النمتصل أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن إسرائيل عممت ملفاً استخباراتياً يقول إن بعض موظف وكالة أونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر الماضي من غزة ووصف الوكالة بأنها مخترقة من حماس وقال نتنياهو إن هناك سلسة عشر من العاملين في أونروا شاركوا فعلياً بشكل مباشر أو غير مباشر في هجوم السابع من أكتوبر مضيفاً أن في مدارس أونروا يدرسون تعليم إبادة إسرائيل على حد قوله على طريق النزوح اجتمعت عليهم الهموم والأحزان والخوف تاركين وراءهم بيوتاً مضمرة وشهداء تحت الأنقاض وأمامهم مستقبل مجهول زاده صعوبة قرار عدد من الدول ووقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا بقلق بالق قابل النازحون من قطاع غزة إعلانات وقف تمويل الوكالة الأممية بعد مزاعم قوات الاحتلال الإسرائيلية بأن عدداً من موظفيها البالغ عددهم ثلاثة عشر ألف موظف في غزة كانوا متورطين في أحداث السابع من أكتوبر وقال سكان غزة الذين يعيشون في مخيمات بديلة بالقرب من خان يونس إن وقف التمويل كان بمثابة كارثة على الفلسطينيين الأونروا شريع الحياة عندنا الأونروا هي طب مين بذي طعمينا؟ مين بذي شربنا بعد الحرب وبعد يعني والله يكون معي للناس إيش دا قلنا إحنا كشعب فلسطيني شو دنبنا؟ أرضنا احتلت حرب دمار ملناش بيوت عايشين لاجئين حروب كثيرة مرت علينا وهذه الحرب الأسوأ اللي بتمر يعني يمكننا ماعد لنا حتى أي أمل بالحياة ومنذ السابع من أكتوبر أصبح معظم سكان غزة البالغ عددهم اثنين وثلاثة من عشر مليون نسمة أكثر اعتمادا على المساعدات التي تقدمها الأونروا بما في ذلك حوالي مليون شخص فروا من القصف الإسرائيلي ولجأوا إلى منشآتها إحنا نزحنا للمرة الثانية من غزة وما وجدنا هذه المساعدات بتوصل لإلنا ما وجدنا إنه الدول الأوروبية ساعدتنا أنا كإيش دنبي كطفلة فلسطينية إنه ما أطلق هذه المساعدات إيش دنبي أعيش في هذا الرعب في هذا الخيام اللي إحنا مش عارفين لا ناكل ولا نشرب عاديم بنجوع ولطالما انتقدت إسرائيل دور الأونروا وزعمت أنها دعمت حركات المقاومة الفلسطينية لسنوات وهو ادعاء تنفيه الوكالة وتزايد التوتر في الأيام الأخيرة بين إسرائيل والوكالة الأممية بعد قصف مدفعي استهدف ملجأا تابعا للأمم المتحدة في خان يونس ينوب القطاع وأدى إلى مقتل ثلاثة عشر شخصا ترجمة نانسي قنقر